مجز لأهم الأخبار أهلا بكم علنا أبو عياذ زعيم طيار أنصار الشريعة الحرب رسميا على ما وصفهم بالتواغيط وأوضح في بيان نشرا في الصفحة الرسمية للطيار على الفيسبوك أن تواغيط المتأسلمين ارتكبوا من الحماقات ما ينظر بتعجيل المعركة على حد تعبيره يذكر أن أقوة الأمن منعت منذ ثلاثة أيام عددا من الخيمات الدعوية كما حضرت وزارة داخلية من كل تحريض أو اعتداء على أعوانها أو مقراتها سيواجه بتطبيق القانون بكل قوة جددت نقابة قوة الأمن داخل خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم تمسكها بمطالبها المهنية والمادية على غرار منحة الخطر وتطوير التجهيزات الأمنية كما أكدت على ضرورة سن قانون يحمي رجل الآمن خلال أدائه لمهامه كما استنكر الكتب العام للنقابة عدم حضور أي نائب من المجلس التاسيسي رغم استدعائهم لحضور الندوة واعتبرها رسالة لضرب المؤسسة الأمنية انتقد المجمع المهني للمستشارين الجبائيين عدم تشريكهم في الجلسة التحذيرية للحوار الوطني حول إصلاح المنظومة الجبائية الذي انطلق اليوم إثر صدور تقرير صندوق النقد الدولي بخصوص المنظومة الجبائية وقال المكلف بالعلاقات في المجمع لسعد الزوادي قال إن الحكومة المؤقتة تمارس نفس السليب النظام السابق وكان عبد الرحمن لدغم وزير الحوكمة ومكافحة الفساد قد أعلن الخميس الماضي في جلسة عامة للمجلس التاسيسي أنه تم أحداث لجان لمراقبة السفقة العمومية والمنظومة الجبائية وختاما عبرت منظمة هيومن ريتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان في بيان نشرته اليوم عن قلقها إزاء بعض الفصول في مسودة الدستور الجديد وقالت المنظمة أنه على المجلس التاسيسي تعديل بعض الفصول التي تمثل تهديدا لحقوق الإنسان بالإضافة إلى عدم التأكيد على حرية الفكر والضمير في مشروع الدستور والسياغة الفضفاضة للقيود المسموحة بفرضها على حرية التعبير كما أن المسودة لا تنص بشكل واضح على أن اتفاقية حقوق الإنسان التي أمضت عليها تونس ملزمة للبلاد والسلطات حسب ما جاء في نص البيان نهاية المجاز إلى اللقاء